التقنية اللي سوينها والعملية هي ليست تقنية جديدة نستخدمها في ترميم الثدي ما بعد إزالته بسبب الأورام السرطانية ولكن الشيء الجديد اللي عملناه في مستشفى جابر هو استخدام هذه الأنسجة في تكبير الثدي لبعض الحالات اللي كن عندها ترهول شديد ما بعد فقدان الوزن الزائد في الجسم لاحظنا أن بالكويت في كثير من المراجعين والمراجعات اللي كن عندهم ترهول شديد ما بعد مثلاً عمليات السليف مثلاً فمن ناحية المراجعات يحتاجون إلى شد البطن وتكبير الثدي وشد الثدي وغالباً هذه العمليات نستخدم فيها حشوات السيليكون لإتمامها ولكن في كثير من المراجعات سألوني هل في طريقة أخرى إذا نحن لا نبي حشوات السيليكون ففكرنا بما أن المريضة سوف تخطع إلى عملية شد للبطن فالجزء الزائد بدل ما نستغني عنه ممكن أن نستعيد استخدامه في تكبير الثدي من غير ما نستخدم الحشوات ومن غير ما نستخدم جسم غريب في جسم الإنسان ما الفئة التي ستشملها التدخل الجراحي في تلك العمليات؟ طبعاً لازم يكون عندهم ترحل شديد في البطن وترحل في الثدي مع فقدان للكتلة داخل الثدي التي تحتاج إلى تكبير للثدي وشد للثدي في آن واحد فهذه الحالات طبعاً لازم نبحثها ولازم نشوف نوعية الجلد وكمية الدهون الموجودة في جسمهم كذلك ما الجديد في صعيد الجراحات التجميلية والخاصة بالأورام السرطانية لسيما في السرطان الثدي؟ الجديد في خلني أتكلم لك أقول لك ليش فكرنا في هذا الموضوع غير أن الجراحات المجهرية لا يتجزأ من جراحة التجميل ولما نضيف هذه الجراحات ونعمل أكثر من جراحة مجهرية عندنا الدكاترا الواعدين اللي إن شاء الله أتمنى أن يكونوا أحسن منا ويتخطونا في المستقبل كل ما قاموا يتحركوا بهذا النوع من العمليات إن شاء الله في المستقبل عمليات الترميم المجهري من غير أخذ العضلات رح يكون هو العملية الأولى اللي رح نستخدمها في كل الترميمات وبعدين يعني يكون الجسم بطريقة يكون يعني الترميم طبيعي مننا وفينا يعني ترى بالكلمة الأخيرة التي يعني توجه هو باختصار للكوادر الوطنية التي تعمل في جراحات التجميل في مستشفى الجارب تب الصراحة يعني أنا من رجعت لاحظت أن عندنا كوادر ما شاء الله ما شاء الله في المستشفى والتعاون مميز بين كل التخصصات مو بس يعني إحنا تجميل خلاص إحنا تجميل لا قاعد يصير تعاون من ناحية الترميمات من ناحية أي شيء ثاني يديد وما شاء الله دكاترتنا بالكويت يعني الكويت ما قصرت تبعثتنا وعلمتنا ودرستنا وقاعد يشوف قاعد يشوف الثمار أن كلهم موجودين هنا تب الصراحة يعني وام امبرست بالكفاءات اللي عندنا